عرض تنضم إلينا من الناصرة في بث حي ومباشر الفنانة ماريا جبران مساء الخير مساء الخير إليك ولكل المشاهدين نتحدث عن عرض موسيقي كبير أكثر من خمسين موسيقي بقيادة المايسترو نزار الخاطر حدثينا عن هذا العرض مضبوط قبل ما أتحدث عن العرض بدي أبعد أحر التعازي لعائلة الفنان ألبير مرعب الفنان الملتزم الصادق المتواضع اللي اليوم فقدناه هل قدل فقدانه بيوجه لكن واجبنا أنه نكمل الطريق وإحنا راح نكمل الطريق فبالنسبة لعرض للحلم بقية هو عرض اللي بحكي عن الواقع وبحكي عن الحلم وبحكي عن الإيمان ببكرة أحلى وإنه بدنا نعمل بكرة أحلى إحنا منعرف الواقع قداش فيه تحديات وقداش مش سهل لكن دايما راح نختار الأمل راح نختار الفرح راح نختار الحياة ورح نختار إنه نكمل نعطي ونقامن إنه بكرة راح يكون أحسن وهي الرسالة إحنا منعرضها بهذا البرنامج عن طريق أغاني اللي كلكم بتحبوها وبتعرفوها بالإضافة لأغاني جديدة منها أغاني كلمات الشاعر الكبير محمود درويش والعرض راح يكون عرض موسيقى ضخم جدا من إنتاج جمعية سول مع أوركسترة ضخمة كرول رائع غنائي وقيادة المايسترو نزار الخاطر بشرفنا حضوركم جميعا نعم من هو الجمهور الموجهة لإله هذا الحفل من هي الشريحة من المواطنين الموجهة لإلهم من أي عمر مناسب هذا الحفل بتقديرك لكل إنسان كل إنسان حابب يغذي روحه هذا العرض لإله معمول نعم السؤال أنت ستغنينا للراحل محمود درويش هل لك أن تكشف لنا عن أي أغاني عن أي قصائد ستغني؟ مثلا في القصيدة اللي هي الأساس أنا بسميها تاعة هذا العرض هي للحلم بقية منقول نحن أحياء وباقون وللحلم بقية وهذه هي رسالة العرب إنه إحنا راح نكمل نحلم راح نكمل نآمن راح نكمل نختار الأمل فهذه القصيدة لحنتها أنا ووزعها نزار الخاطر وراح نقدمها بالعرض سؤال ماريا جبران إلى أي مدى الجمهور العربي تحديدا متشوك لمثل هذه الأمسيات بعد أكثر من عام ونصف من أزمة الكورونا واللي غاب فيها المسرح بفنونه المختلفة سواء من عروض مسرحية أو من عروض موسيقية أو غير ذلك كانت ممنوعة إلى فترة قريبة إلى أي مدى الجمهور متشوك؟ مضبوط العروض تأجلت كتير بس أنا بشوف إنه الناس بدها تفرح بدها تغذي روحها متعطشة للفن للموسيقى والثقافة وهذا العرض هذه المرة الثانية اللي إحنا بنعرضه بعدما كان يعني العرض الأول بتسعة وأربعة ولقى نجاح باهر جدا 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 فأنا بشوف إنه الناس بدها تغذي روحها بحاجة لهذا الفن كديش أنتم جمهور الفنانين تأثرتم من أزمة الكورونا بعدما حرمتم من الغناء ومن تقديم العروض طوال فترة طويلة تأثرتم من ناحية نفسية أنا أقصد وأيضا من ناحية اقتصادية أكيد الفن زي كتير مجالات تانية تأثر بالكورونا الصراحة يعني أديش عملنا عروض أونلاين وهيك من وراء الشاشات بس ما بعود إنه نكون إحنا والجمهور بنفس القاعة فكتير كتير اشتقنا وكتير نقصنا هذا الشعور إنه كلياتنا نتواجد سوا ونغني سوا ونفرح سوا ونحس هذه المشاعر كلياتها سوا نعم أي رسالة تحملين أنت ماريا جبران في مسيرتك الفنية في الأغاني التي تقدميها أي رسالة أنا بغني للإنسانية بغني لحب الوطن بغني للحرية بغني للعطاء وبغني للإيمان ببكرة أحلى وبتمنى إنه هاي الرسالة عن طريق صوتي وعن طريق الغناء أقدر أوصلها لكل الناس أنت تحدثت في البداية عن رحيل الفنان البير مرعب أنا أريد أن أسألك أيضا عن رحيل العملاق صباح فخري هذا الأسبوع في سوريا الأسبوع الماضي يعني وكأن الحرب توقفت في سوريا والكل يعني من تابع جنازة صباح فخري من يسمى بأبو القدود الحلبية يرى بأنه الفن لازال يعني يحظى بجمهور كبير في العالم العربي وأنه الناس تكرم المبدعين مثل صباح فخري وغيره طبعا الفنان الكبير صباح فخري مؤلم جدا رحيله مؤلم جدا أنه نفقد كمان فنان عن هالشكل فنان راقي وفنان إنسان اللي احترم الفن احترم مهنته واحترم كل الناس منشوف أنه الناس كل ياتها من كل الشعوب ومن كل العالم بتقدر الفنان اللي بيحمل رسالة الفنان اللي بيحترم فنه ويعني أنا شخصيا كتير كتير ألمني هاي الخسارة نسميها خسارة هيك فنان بس مش راح ننساه هني راحوا بالجسد إن كان الفنان كمان المرعب اللي اليوم حكينا عنه أو الفنان الكبير صباح فخري أو كل فنان آخر هني بقيين معنا بقيين معنا بصوتهن برسالتهن بالفرح اللي زرعوه فينا بكل مرة قد مغنوية من قلبهن نعم سؤال أخير الفنانة ماريا جبران اللي معنى أنه شارك بالحفل يوم الجمعة في نوفها قليل كيف ممكن يحصل على تذكرة للدخول ممكن تدخلوا على صفحتي بالفيسبوك ماريا عماد جبران أو صفحتي الإنستجرام ماريا جبران راح يكون في غاد رابط اللي فيه كل التفاصيل أو ممكن الاتصال على هاتف رقم 0545950469 بشرفني حضوركم جميعا ممكن تعد الرقم كمان مرة للي ما لحك ياخذ الرقم أكيد 0545950469 الفنانة ماريا جبران نتمنى لك النجاح في هذه الأمسية الفنية وفي مشوارك الفني شكرا جزيلا لك كنت معنا في بث حي مباشر من الناصرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا